موسيقى 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 معكم بارك بيشيون وجيون جولين جاهزين نبدأ نشرة سريعة من حصاد الكيبوب لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش نفعل جرس الاشتراك تضغطوا وهسا سرعة نبدأ نشرة حصاد الكيبوب ست تول هدا اذهب هسا نتكلم عن بيتي اس تحديدا جون كوك واللي اظهر للارميز بصورة خنف شاري ييلو من مجموعة سامور باكيج 2019 وفورا هالصورة انتشرت بين الارميز واصبحت الترند عالمي كونه الماكن الذهبي صاحب الوجه الملائكي والبشرة البيضاء والناعمة كالطفل واللي بيجمع بين الاثارة والرجولة وبالاحرى هالشي مش غريب على جون كوك من فرقة بيتي اس انتظروا لسه ما انتهيت عن جون كوك واللي ما زال عن بيلاقي نجحات مذهلة مع اغنية يوفوريا لكن هسا احتلت الاغني من فردي له في مبيعات بيلبورد ووورد ديجيتال سونج وتحديدا في المرتبة لرقم عشرين لمدة اثنين وعشرين اسبوع وهاد بحد ذاته يعتبر انجاز مذهل لاغني من فردي واللي شخص واحد وخصوصا من عالم الكيبوب واللي تم تصنيفها بانها اطول اغني من فردي ما زالت محتلة طوب تونتي ولمدة اثنين وعشرين اسبوع على بيلبورد وو ديجيتال سونج هسا راح اتكلم عن جيمين من فرقة بيتي اس كلنا بنعرف بان فرقة بيتي اس حاليا باجازة ولمدة شهرين وكلنا بنعرف بانه واخيرا جيمين راح يحتفل بعيد ميلاده بشهر اكتوبر ولأول مرة انه يكون مجاز فما اقول يمر عيد ميلاد جيمين بشكل عادي من دون ما يكون ترند رقم واحد بالعالم طبعا لا فالفانز الصيني اللي بعنوان جيمين بار شاينا عم بيجهزوا انهم يحطموا رقم قياس جديد في اعلانات الميترو لعيد ميلاده اوكي خلوني اشرحها بشكل مفصل الفانز الصيني اللي بعنوان جيمين بار شاينا عم بيجهزوا مفاجأة جدا ضخمة لجيمين وخصوصا بيوم عيد ميلاده وتحديدا ب13 اكتوبر لحتى يتم عرض اعلانات مذهلة على كل شاشة في كل محطة مترو انفاق في سيول وهالحملة راح تستمر من بداية شهر اكتوبر حتى ثاني يوم عيد ميلاده وهسا اعدوا معي على كم شاشة راح تم عرض هالحدث 43 شاشة بي دي فيي و83 شاشة ال اي دي بالاضافة الى 575 شاشة دي اي دي رقمي ملصق والمجموع 702 شاشة راح يحتفلوا بعيد ميلاد جيمين من فرقة بي تي اس لسه المفاجأة منتهت لانه افادت انباء اخبارية مؤكدة جدا بانه مجموعة جيمين بار شاينة جمع بما يقارب 30 الف دولار بفترة زمنية قصيرة جدا وهاد لمشروع عام 2019 بمناسبة عيد ميلاد جيمين من بي تي اس وهالاشخاص يعتبروا مشجعين مخلصين وكل هاد لحتى يكون عيد ميلاد جيمين الاربع وعشرين يوم تاريخي راح نتذكره على مر العصور يعني واخيرا وكالة جي واي بي انترتينمنت استجابت لطلب الاقاسيز لحتى تأجل حفل فرقة العالمي في هونج كونج وفعلا اعلنت جي واي بي انترتينمنت عن تأجيل حفل ببيان رسمي تم نشره على السوشال ميديا فالحفله بحسب ما كان مقرر انه يتم بواحد وثلاثين اوغوست الى واحد سبتمبر لكن فاينالي تم تأجيله واعتذرت الوكالة للمعجبين كما انها قالت بانه راح ترد جميع التذاكر والمقاعد بالكامل ورح يتم تحديث مبيعات التذاكر مرة اخرى بوقت لاحق لكن هسا خلونا بالمهم بانه ما زال جاكسون من غات سيفين عم بعاني من المحتاجين او بالاحرى وحاولت اسقاطه من المحتاجين والسبب خيانته لهونغ كونغ واللي هو بلده الاصلي فتعرض جاكسون حاليا للانتقادات بعد ما تولى منصب يدعم السياسة في الصين يعني بعض الهيترز بقولوا بانه جاكسون مع التفرقة بين هونغ كونغ والصين لكن اللي ما بتعرفوه بانه جاكسون ضد هذا الشي او بالاحرى مش عم بتدخل بشكل سياسي رغم انه من مواليد هونغ كونغ يعني هو صين الاصل وليس كوري فرح تشاهده بانه كان متعود جاكسون من صغره بانه يفتخر كونه كان مبارز من هونغ كونغ ولاعب رياضي محترف كما انه كان يحمل عالم هونغ كونغ في كل ملابسه تقريبا بالاضافة الى رمز منطقة هونغ كونغ ثمانية خمسة اثنين والتحق بالمدرسة الامريكية الدولية ليكون قادر على الوجود في الصين ومع ذلك اتغير كل شيء بعم 2016 لما بدأ جاكسون الترويج في الصين وفقا لما نشره جاكسون والمشاهير الاخرين فالصين الضم تايوان هونغ كونغ ومناطق اخرى تنتمي الى دول اسيوي ويلي اثار بلبلة مؤخرا بانه احد المعجبين خلال حفل فرقة غوت سيفين في تشيلي اعطى جاكسون عالم هونغ كونغ وفورا جاكسون وضعوا على جسده وبدأ يقفز بكل حماس وهذا الشيء اثار بلبلة بين بعض الهيترز لحتى يستغلوا ويقولوا بانه جاكسون باول لحظة باع بلده ووقف مع الصين ضد هونغ كونغ اما بالنسبة لنجوم الايدولز الكوريين اللي من اصول صينية واللي شاركوا في الويبو بدعم سياسة الصين الواحدة تحت عنوان واللي نشروا على حساباتهم بشكل عام بشأن الاحتجاجات المستمرة في هونغ كونغ لحتى تستقل عن الصين فاللي من اكسو جاكسون من فرقة GOT7 فيكتوريا من فرقة FX لايك وان لين واكيولكن وذناين وجون من فرقة 17 بالاضافة الى يوغي من فرقة جي ايدل ولنشروا منشورات على الويبو تدعم سياسة الصين الواحدة لحتى تدين احتجاجات في هونغ كونغ يعني كل اللي ذكرناهم وقفوا مع الصين مش ضد هونغ كونغ بل لو تفكروا بانه وقفوا مع الصين ومع هونغ كونغ لانه بالنهاية هونغ كونغ والصين شعب واحد اما ليمن اكسو وهالشخص فعلا اثار اعجابي بهالحركة اصدر بياني حذر العلامات التجارية اللي عم بيشتغل معهم من اتباع سياسة الصين الواحدة يعني اي شخص منهم بيخالف هاي القواعد فوراً سيلغي عقده معهم فماركت كولتش جيف انشي وفرزاتشي اعلنوا بشكل رسمي بانه تايوان وهونغ كونغ دولتين مستقلتين لكن اكسو وقع مؤخراً مع كالفين كلاين واصدر بياني حذر فيه العلامة التجارية من اتباع سياسة الصين الواحدة وفوراً ادرجت كالفين كلاين بانه هونغ كونغ وتايوان مناطق مختلفة يعني مش دولتين مستقلتين وهاد لحتى ما يخسروا لي من اكسو كونه سفير لعلامة كالفين كلاين كما انه لي وبكل شجاعة انظر الماركات الثانية وقال بانه رح ينهي عقده اذا ما حددوا كولمين كوتش جيفينشي وفرزاتشي خطأهم يعني بالاحرى تهديد بشكل مباشر ننتقل الى كونغ دانيال واللي ما زال عم بيسبب بلبل على السوشال ميديا مش بسبب موعدته لي جيهيو من فرقة توايس بل ايضاً تم اتهامه بانه عم بتعامل مع المعجبين مثل اجهزة الصراف الالي فعلاً وهالشي لاحظنا بعد النظر باسعار البضائع اللي عم بيتم بيعها بحدث لقاء المعجبين لكونغ دانيال فهالبضائع بالذات اعدتها وكالة كونغ دانيال لعقد اجتماعات مع المعجبين وللعلم هالبضائع عادة ما بيتم توزيعها بشكل مجاني في الحفلات الموسيقية والكل لاحظ بان الاسعار بتبدأ من 12 دولار او مش حابين نظلموا اكو اسعار 8 دولار 5 دولار و 12 دولار بس بالنهاية هي سلع مجانية والسؤال هل الوكالة عم تستغل شهرة كونغ دانيال لحتى تستفيد بشكل مادي وما زلنا مع صفير الحب كونغ دانيال واتجيهيو من فرقة توايس لكن هالمرة انزعج مستخدم الانترنت من استمرار المراسلين بدمج اسم كونغ دانيال في اي حدث او مقابلة مع جيهيو ففرقة توايس حاليا متجهين الى كوالا لامبور يعني باختصار جولة فرقة توايس العالمية لسه منتهت لكن العناوين اللي عم بتم ذكرها على السوشال ميديا هاي اللي سببت بلبلة بين الفانز فتخيلوا بان فرقة توايس متجهين الى كوالا لامبور لحتى يعقدوا حفل ضخم هناك لكن العنوان اللي تم كتابته بانه كونغ دانيال يرسل اشارات قبلة الى جيهيو من فرقة توايس صدق لو تشذب يعني اشدها السشعري اش دخل كونغ دانيال او ام كونغ دانيال بحفل فرقة توايس بكوالا لامبور يعني دحشين امه باي موضوع بخص فرقة توايس على موت بس يجيبوا عدد مشاهدات ويجذبوا الانتباه الهم طبعا الشي ازعج الوانس وايضا عمل كره كثير كبير لكونغ دانيال رغم انه المسكين ما عنده اي علم بالموضوع او حتى ما عنده اي صلة بهالمواضيع هاي تفاعل جدا لطيف بين اريانا جراندي وفرقة بلاك بينك هس كلنا بنعرف بانه اريانا جراندي مش ايدل كيبوب لكن فتاة فرقة بلاك بينك وعلى ما يبدو بانهم فعلا اتبنوها فنشر المنتج العالمي توني براون صورة جمعته مع عدوات فرقة بلاك بينك وفورا الفانز لاحظوا بانه اريانا جراندي اعلقت على صورة وتمنت لو فعلا كانت معهم وللي ما بيعرف منه المنتج تومي براون واللي انتج اغاني اريانا الضاربة مثل سيفن رينجز واغنية ثانكيو نيكست المهم نرجع للصورة وبسبب امنية اريانا جراندي فالمنتج تومي براون حقق امنيتها ليدمج صورتها مع صورتهم وتظهر وكأنها فعلا كانت معهم لكن فوتوشوب فكل الفانز والبلينجز بتمنوا انهم يشاهدوا تعاون خون فجاري بين فرقة بلاك بينك واريانا جراندي في المستقبل كما انه فرقة بلاك بينك واخيرا اصدروا غلاف الالبوم لنسخة الياباني من اغنية كيل ذيس لاف فبعد ما ختموا الجودة العالمية حاليا عم بيركزوا على اصدار الالبوم ياباني واللي رح يدم اصدار جديد لاغنية كيل ذيس لاف الضاربة ليظهروا بستايل بلاك اند وايت ابيض واسود بكامل اثارتهم والسؤال كم شخص منكم متحمس لحتى يشاهد فرقة بلاك بينك بالترويج في اليابان اما فرقة مونستايكس واللي احتلوا بيلبورد بوب سونجز اير بلير تشارت مع اغنية هو ديو لاوف بالتعاون مع فرنش مونتانا وهاد لي احتلوا المرتبة 39 خلال هالاسبوع في المخططات البيانية ليتم تصنيفهم ثالث فرقة كيبوب بالعالم يحتلوا البيلبورد وهاد من بعد بساي وفرقة بيتيس وهسا مونستايكس كما ان المغنية المثيرة شونجها اكدت تعاونها مع الكاتب الخنفشاري غازلي لحتى ينتجوا اغنية خنفشارية بعنوان رون واللي رح يتم اطلاقها قريبا بتاريخ 22 اوغسط اما فرقة ايد زي واللي ما زالوا عم بيحطموا ارقام قياسية ويحتلوا النامبر وان وهالاسبوع احتلوا المرتبة الاولى لبرنامجين موسيقيين ميوزيك بانك وشو ميوزيك كور موسيقى اوكي حلقتنا انتهت لليوم على ما لقاكم في الحلقة القادمة من حصاد الكيبوب وما تنسوا بالنهاية قبل ما تروحوا اتفعلوا جرس الاشتراك تضغطوا لايك شير كومنت وتنشروا الفيديو وتخلوا يوصل لأكتر من مئة ألف وما اليوم ساتسكرا بس اعد محل لك اعد محل لك اوكي كان معكم بارك بشيوك واجيون جولي وبالنهاية دوبايو جي غايو اوكي سيو باي باي في فيديو هون اه صح والفيديو هين عندي وبالنصف السبسكرايب اه اوشي شاهدوها اوشي لا سبسكرايب شاهدوها ودين شاهدو هذا الفيديو